بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نترك معكم بعض المسائل الخاصة بالريدية فيما يخش شهر 6 قبل ما نبدأ لا تنسوش انكم تشتركوا معنا في القناة والدعمونا بالاشتراكات واللايكات وتخلينا تعليق مرحبا نجاوبوا على الأسئلة سوف نبدأ يو 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 2020 فهذا الشهر كان الناس اللي باقين ما توصلوش بالمستحقة باقين داخل المواطنة باقي ما توصلوش به المشكلة عمليا يعني إذا جينا نفكر فيه المشكلة المشكلة لتحقيق 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 من الوثائق أو من الأشياء اللي بين يديها لكي تعطي المستحقات للناس اللي كتنوه هذا من جهة من جهة ثانية اللي بسيهية اللي كتبعت لمستحقات أو اللي كتعبع البطاقات ديال الريديتو تيتا دينانسا البحث في الطلبات ديال شهر ستا لأن الناس شهر ستا باقي ما تسلموش دفعات ديالهم كينين ثلاثة ديالطرق ديال الاستفسار المهم الطرقة الأولى هو أنه تصل بالرقم الأخضر باش تتفسر على المشكل ديال الريديتو تداد الريديتو أو لا عن طرق الهاتف والطرقة الثالثة هي أن نكتب هالرسالة نصية يعني إيمال وهو معنى هم أكيد قد يجاوبوا على الرسالات سواء الإيمال ولا بالهاتف ولكن النصحة اللي كان صح أنه ضروري أنكم تتصلوا بالرقم الأخضر لأن الرقم الأخضر يكون مجاني أما تتصلوا بالهاتف يعني الخاص يشدوكم واحد الوقت طويل يعني يكون بالدفع يعني ما يكونش مجاني خط مجاني ولكن الرقم الأخضر هو اللي كيكون مجاني وهذا اللي كنصحكم به كما قلنا يعني إلا لاحظتوا بأن بقي ما وصلكمش الدفعة ديال الريد تشتا دينانسا سواء اللي كانوا قدموه طالب مؤخراً أو للناس اللي داروا طالب اللول وتقدموه المستحقات في الدفعة اللولة وكيستنون الدفعة الثانية المهم هذا بالنسبة بالدفعة ديال اليونيو 2020 أغا تكون عندكم الآلف ديال الأسئلة وعلي وكيف وانا عندي شيء مشكلة وهذه يعني وعليش أني بسي قد يتقوم بالبحث وغد يتعاود تقوم بالإجراءات ديال البحث على دخل المواطنة ومعاشات الجنسية لشهر السهل مع العلم أنهم بدأوا من الستة وعشرين إلى الأمم يعني من الستة وعشرين شهر سستة إلى يومنا هذا يعني إلى بداية شهر سبعة بدأوا البحث في الطلبات وهذا يجب أن ننتظر ننتظر لأن تصل من واحدة رسالة يعني ستوصل واحدة رسالة لأن طالب ديالنا توافق عليه ويجب أن تسحبوا البطاقة الآن نأتي إلى الناس الذين كانوا طالبات في الدفعة الأول ويجب أن تسحبوا الدفعة الثانية هذين 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 ويجب أن تستحبوا المستحق الدفعة الأول ويجب أن تنتظروا الدفعة الثانية هذا يجب أن يستنى تلقى الشهر سبعة المواطنة يكون هذا واضح ومبسط ويجب أن نتعمق في الشرح كثيرا لأن كل الأمور واضحة والتالي استفسارات قلت لكم الأماكن الطريقة التي تشعروا الآن سوف نأتي إلى السؤال الذي كيف يعني تقول كيف بأن طالب الذي ادفعته ويوجد مشكلة وخصوصا سوف نأتي ليزي في شهر ثلاثة تعود الجدد في شهر ثلاثة والمدة الصلاحية له في شهر تسعود هذا بالنسبة للناس التي تريدون تشتا دينانسا والناس التي لا تكون علاقة تشتا دينانسا ودخل المواطنة لأنهم لا تكون علاقة لأن المدة الصلاحية في شهر ثلاثة يجب الثلاثة لا تكون علاقة في هذا الموضوع ما سوف نقول لكم ليزي لا يوجد مشكلة لا يوجد دخل ولا يوجد معلقة هذه المسألة التي يجب أننا نضعها جانبا أنا هذه الأشياء كلها التي نقولها لكم لدي مشجلة لأنني نوصلها لكم صحيحة يعني لا يكون واحد اللبس في الموضوع ويقول لا هذا الإنسان مجرد كياذر أو العسمة أو هذا يعني هذه الأشياء التي نقول لكم مصدر مصدر وكتبتها لكي نوصلها كما هي كما قلت لكم ليزي لا يوجد علاقة ويكون في العلم لكم أنهم المشاريع التي تقدمت بها الكموني أو أو المشاريع أو المشاريع أو المشاريع التي تقدمت واحدة المساعدة والناس الذين لا يتحدث عن المشاريع فالناس المشاريع توقفت يعني ما تكون مفعولة ما تكون لكن موقفينها يعني كانت تعليق ديالها وأيضا واحد النقطة يعني اللي ما بين قوسين من اول شهر السبعة غدي تفتح ليمس يعني غدي تحل المكاتب ليمس وغايتستقبل المواطنيين ولكن تسمع بأنه غايتستقبل المواطنيين يعني أنك سكتمشي لا يعني غايت تمشي غايت في التليفون وغايتستقبل الموعد وغايتستقبل الموعد لك لكي تسأل او لا كان عندك شي مشكلة او لا كانوا يحتاجين منك شي حاجة يعني اراقصك تتصل بهم كما قلت لكم من الاحسن لكم تصلوا بالرقم الاخضار او لا تبعتوا برسالة في الاماين عبر الانترنت انتمنى يكون الموضوع واضح وبسيط وكل ما تقلش عليكم وكل وصلت لكم الرسالة كما هي وانتمنى أن ألقاكم في فيديو اخر ان شاء الله بصحة وعافية ان شاء الله وتمنى لكم ان شاء الله الفارج وتوصلوا بمسحة قديركم ان شاء الله ببن الله السلام عليكم ورحمة الله الى فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة شكرا